زي ما قلت لحضراتكم في بوادر كثيرة للتهدئة فيما يتعلق بقضية أزمة المحامين والقضاء في مجموعة كبيرة جدا من الاجتماعات والمفاوضات والمشاورات ومحاولات تقريب وجهات النظر حصلة خلال الأيام اللي فاتت سمعنا عن اجتماع حضروا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجد الشعب مع الأستاذ حمد خليفة نقيب المحامين وبعض القضاء من نادي القضاء بالإضافة إلى مستشار الزند في كلام عن تدخل مؤسسة الرئاسة لأن مؤسسة الرئاسة انزعجت جدا عندما علمت أن هذه المؤسسة القضائية فيها هذه المشكلة التي أصبحت مثار الكلام والجدل على صفحات الجرائد وسائل الإعلام ومظاهرات وتعطيل مصالح المواطنين الذين لا ذنب لهم اللي بيروحوا الجلسات سواء لقضاء مصالحهم أو للمساجين الذين في السجن لكن في النهاية هذا الحال لا يصر أحد الصورة اللي كانت موجودة دلوقتي لنادي القضاء النهاردة وهي الفقرة القادمة كلها هنتكلم عن هذه الأزمة بكل كوالسها وتدعياتها أملا في أن تنتهي كنت أنا أقول لكم دلوقتي المنهج اللي أنا هتتبعوا في إدارة الحوار القادم لكن خليني أرجعوا إلى بداية الفقرة علشان يبقى الملف مأفتوح ومأفول في فقرة واحدة